وقبل أن نبدأ التعليق على أحاديث هذا الكتاب المبارك نقدم بين يدي الشرح ترجمة موجزة لمؤلفه رحمه الله وغفر له فهو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام والنووي نسبة إلى نواء وهي قرية من قرى حوران في سوريا وقد ولد رحمه الله في المحرم من عام ستمائة وواحد وثلاثين في قرية نواء ولما بلغ سن العاشرة بدأ بحفظ القرآن ثم جد في تحصيل العلم واجتهد فيه حتى نبغ فيه وقد ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبه وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد إلى الشيوخ وقد حدث تلميذه علاء الدين ابن العطار عن فترة التحصيل والطلب أنه كان يقرأ كل يوم إثنى عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيها وقد رحل إلى عدة بلدان فقدم إلى دمشق ومكة والمدينة والخليل والقدس وغيرها من البلدان قال عنه ابن كثير رحمه الله وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره وقال ابن السبكي رحمه الله كان لا يصرف ساعة في غير طاعة هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وغير ذلك سمع رحمه الله من جماعة من الشيوخ من أشهرهم كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي ثم المقدسي وإبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي وزين الدين أحمد بن عبد الدائم ومن جملة تلاميذه الذين أخذوا عنه شهاب الدين أحمد بن جعوان وعلاء الدين بن العطار وأمين الدين سالم بن أبي الدر والقاضي شهاب الدين أحمد بن حرز الله الإربدي ومحمد بن أبي بكر بن إبراهيم شمس الدين بن النقيب وله رحمه الله جملة من المؤلفات النافعة التي كتب الله لها القبول بين الناس منها المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه والتبيان في آداب حملة القرآن والأذكار ورياض الصالحين والأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا وتهديب الأسماء واللغات وغيرها من المصنفات النافعة وقد توفي رحمه الله ليلة الأربعاء الرابعة والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمئة بنوى ودفن بها غفر الله له ورحمه وقد بدل جهودا كبيرة عظيمة في خدمة السنة المطهرة وله في هذا آثار حميدة وجهود مباركة ولا سيما هذا المختصر النافع والذي استخلص فيه من الصحاح أربعين حديثا من جوامع الكلم وقد أنزلها العلماء منزلة القبول والاستحسان